منذ عشر سنوات تفشت رائحة الخبث الايراني في تصدير المخدرات للعالم بعد عقود من العمل في الخفاء فالبلد الذي جعل من التخريب والدمار هواية له لن يتدخر جهدا في ممارساتها في برقية سرية للسفارة الامريكية في العاصمة الاذربيجانية باكو اوضحت ان كميات الهروين التي مصدرها ايران ارتفعت منذ عام 2009 لثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبلها بثلاث سنوات وتعتبر ايران اكبر مشتر للافيون الافغاني واحد اكبر منتجي الهروين في العالم بحسب رواية عن دبلوماسيين امريكيين تصدير ايران للمواد المخدرة لم يكن بغرض متاجرة فحسب بل كانت الاموال الاتية من هذه التجارة اداة مساندة للانشطة السياسية الايرانية في دعم وتمويل مختلف التنظيمات الاجرامية والمنظمات الارهابية التي تنفذ اجندات النظام الايراني التسهيلة التي يلقاها مهربو المخدرات من الحكومة الايرانية في نشر بضاعتهم وحتى حمايتهم من العقوبات التي لحقت بهم واشراف الحرس الجمهوري الايراني على مزارع المخدرات في البقاء اللبنانية بالتعاون مع ميليشيا حزب الله واتخاذ المدن العراقية طريقا لمرور المخدرات وترويجها خير برهان على تورط نظام الملال في نشر هذه الافة للعالم نشر الفوضى واضعف المجتمعات واستهداف مقومات الاوطان البشرية من الشباب والعمل على نزع استقرار الدول من خلال تصدير المخدرات هو الهم والهدف غير المعلن لاران فضلا عن تجاوزاتها المستمرة في العالم